الله جل وعلا يريد من المسلمين يكونون إخوة إنهم المؤمنون إخوة كونوا عباد الله إخوانا والآعداء يريدون متفرقين مع جماعات وفرق وأحزاب هل هذه الفرق والجماعات والأحزاب هي من دين الله أحسنت لا هي من دعوة الأعداء واتباع هدي الشيطان عذره إيكم من فثبت عنه سلم أنه قال وستفتلق هذه الأمة على 73 فرقة كلها وين كلها في النام معنى هذا الكلام جميع الفرق التي تشوفها اليوم كلها وين في النام إلا واحدة هل قال سلم أنها جماعة التبليغ وإحباب الدعوة هل قال جماعة الإخوان هل قال الصوفية هل قال سورية هل قال تبليغ هل قال لا أتى بضابط اسمع كلام الله واسمع كلام الله صلى الله عليه وسلم واسمع الشريع الإسلامي هذا دين الله رب هذا دين ربي جل وعلا قال من كان على مثل ما نعليه اليوم والصحابة وفي رأيه هم الجماعة فهل هذه الجماعات وفرق والأحزاب كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حذروا من النار يا عباد الله حذروا من النار يا عباد الله حذروا من النار والجماعات والأحزاب بدأنا والأحاديث والآيات تبشر بالجنة قال لا لا الآن صارت للأحاديث والآيات تدل على أن من افترق عن الإسلام والمسلمين وسنة المحام مصطفى صلى الله عليه وسلم وانخرط مع أهل البدع والمحدثات والشرك والظلالات كان وين النار اللي حكم عليه من هو رسول الله وسلم نحذر من هذه الفرق والجماعات والأحزاب لها أسس ولها نشأة ولها مؤسسين ولها عقائد ولها دعوة ولها كلها بدع وكلها شرور شكرا